أستاذ محمد زارع قال النظام المصري شايف أنه مش محتاج مصلحة. هو مش محتاج يتفاوض مع أي طرف من الأطراف. لكن السؤال هنا مش عن النظام المصري. عن الدولة المصرية نفسها. قال الدولة المصرية محتاجة مصلحة؟ الدولة المصرية أو حتى أي دولة أخرى غير دولة المصرية تحتاج لحلم الاستقرار. أي دول في العالم لها ثلاث مهام. الحفاظ على الوجود. تحقيق الاستقرار والاتجاه نحو التنمية. إذا كان عندك فصيل وطني. زي الإخوان المسلمين بدرجة ما. التعامل معهم من نوم شريحة. يمكن تجاوزها. يمكن التخلص منها. أعتقد بهذا العقل البوليسي خطأ. إن الإخوان المسلمين بالعمق التاريخي. جماعة تجاوزة القرن. تحولت إلى سبيكة في داخل المجتمع المصري. يعني من ضباط الجيش. لهم إخوات في الإخوان المسلمين. حتى دولة مصرية بنيت في 52. على تحالف الإخوان المسلمين مع الجيش. عبد الناصر كان على تماث قوي جدا. محركة الإخوان المسلمين. حتى بعض الباحثين الكبار. يعتبر الخلاف من عبد الناصر والإخوان. هو خلاف داخل أسرة واحدة. عبد الناصر كان يذهب للدعاء. والتبرك بقبر حسن البنة. رحمه الله. التأسيس الأساسي للدولة المصرية. ما حدث معها في 52. خارج من رحم الإخوان. ومن رحم القوات المسلحة. وبالتالي هي ربعة. هي تكسيد لحالة من الصراع. اللي استمر بدأ في 52. لأن القاعدة بتقول. أي تنظيم قوي. موجود في دولة. فيها جيش قوي. لابد أن يصطدمه. إنت عندك الآن. إذا أردنا حل تاريخ للأزمة المصرية. نحتاج إلى تسوية تاريخية. لست مجبرين أن نكون ضحايا أو قاتلين. نحتاج إلى شجاعة وقرارات داخلية. يمكن زملائي في سويسرا والأستاذ وليد. كل الكلام عن الضغط الدولي. وعن المنظومات الدولية. أنا أعتقد كل هذا لن يجدي. في إنتاج مصر المستقبل. المتصالحة القريمة على العدل المساوات. هو آخر درجة في السلم التي يمكن الكلام عنها. أنت تحتاج إلى مراجعة حقيقية. وإلى جراحات عميقة في العقل المصري. أنا صدر لي كتاب في 2014. كيف نتجاوز الحرب الأهلية. قراءة في التجربة المصرية. أنا وضعت فيه أنك عندك خناءة واشتباك قوي جدا بين طرفين أساسيين في مصر. بين الإسلاميين بكل أنواعهم. وبين القوات المسلحة التي تملك المشروعية التاريخية والمشروعية النضالية. النضالية بدرجة ما. الاتنين عندهم مشروعية. فيه فريق عنده مشروعية اجتماعية. وأحلام الجماهير بشكل كبير. وعنده قواعد إلى الآن ممتدة في كل قرى مصر. وعنده جيش منظم قوي من أقوى الجيش العالمية في تمسكه وتربطه. وأيضا في اقتصاده وتحكمه. ما لم يصل المؤسسين دول إلى توافق بدرجة ما في رؤيتهم للدولة. وأخذ خطوات حقيقية من مصر الديمقراطية. نحن في أزمة حقيقية. طبعا أكيد كل المؤسسة فيها عقلاء. الإخوان فيهم عقلاء. الجيش فيه عقلاء. هذا الصوت ينبغي أن يعلو بدرجة ما. حتى نجنب مصر ما هو أخطر من ذلك. يعني أستاذ ياسر. لا يمكن أن تأذهب إلى حرب أهلية. لا ممكن. يعني أستاذ ياسر. ملف المصلحة المصرية. بناء على حديث حضرتك. مرتبط بوصول الجماعة الإخوان المسلمين والقوات المسلحة إلى اتفاق. يعني مرتبط بأن الاتنين يقرروا أن هم يتفقوا أن هم يخفوا على أرض واحدة وإلى آخر. طب ده إحنا كده ملف المصلحة كله مرهون بحاجة ممكن ما تحصلش. وتوابعها لو إحنا بصنا لها. أن الحقيقة أن الخناعة زي ما حضرتك ما بتقول ما بقيتش فقط. يعني حضرتك بتقول الخناعة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين القوات المسلحة. الحقيقة أن الخناعة بقى فيها أطراف تانية. أطراف لهم إخوان ولهم قوات مسلحة. وبهم شايفين أن في أطراف تانية عاملة معهم مشاكل. وإلى آخره. طيب. فضل. إحنا دورنا كبحسين وحضرتك وكل مجتمع المصري في أمرين. هو دفع كل الأطراف لأن تجنح إلى نداء العقل. وأيضا سحب كل الدعم لأي طرف يتورط في الدم. يعني أقدر مجتمع مش كون برس. لأن المصالحة الوطنية إذا لم تتوفر شروطها. نحن بمثابة من أدخل راقصة في صردق عزاء. المصالحة شيء عظيم وتاريخي. لكن ما لم نوفر شروطه الحقيقية في المجتمع في الناس. على الأقل وقف القرهية المجتمعية. نحن الآن في البحوث رصدنا عديد الأسر. انفصلت نجد الخلاف السياسي. بيوت هدمت نجد هذا الخلاف السياسي. أصبحت الكلفة الاجتماعية عالية جدا. نهيك مثلا حالك تفضلت أطراف أخرى. المكون المسيحي المصري الوطني الآن. مع وجود رأس الكنيسة بابا تودرس. وهو في نظري أقل حينكة سياسية من بابا شنودة. الآن أصبح فيه توطر حقيقي. وكارثة كبرى. ما لم نوقف نزيف الكراهية. الأمر فعلا معاك تخطى الإخوان المسلمين. وتخطى القوات المسلحة. وأصبحت الكراهية الآن نسبتها عالية جدا. ومظاهرها أعتقد مخيفة. ما لم ينتبه الكل. كإعلامي. كصحفي. كبحثين. أن خيار الفوز بالضربة القضية. لأي طرف غير متحقق. وأنا في رأيي. كما يقول دكتور دراز. اتفاق مكحف. خير من انتصار دامي. لم يحصل أن جيش انتصر على شعبه. وقدر يبني دولة حقيقية. ولا حصل أنه مكون وطني. قدر يقوم بالنهضة في المجتمع. زي الإخوان المسلمين. أعتقد التجارب تقول أن أي تفكير قمعي. بدعوة وطنية. أو بدعوة الإسلامية. والحفاظ على الدين. سيقول في النهاية إلى فشل حقيقي لهذا المجتمع. مصر الآن على شفى جرف نهار. نتيجة حمالات الكراهية المتبادلة. على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني. نحتاج إلى جراحات حقيقية. تضمن للأجياد القادمة. مصر تمتلك 65% من أبنائها شباب. يحتاجين لفرص عمل أفق سياسي. الآن نسب الانتحار. وانغلاق باب الأمل. يؤدي إلى يغزي حقيقة. كل من الدعي من إرهاب. أو جرام سطف مسلح. كل هذه المظاهر. أعتقد أن أسأل سيد محمد. بشكل عميق وجزري في نخاع دولة المصرية.